السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلمة اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم للمبتدئين هذا المساء أيضا سوف نرى ليس بالضبط جملة ولكن عبارات بسيطة ورائعة وأكيد ستستفيدنا منها اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف ألقي التحية بالفرنسية فقط عبارات بسيطة طرق إلقاء التحية كثيرة لكن سوف نرى مجموعة من العبارات ونفرق بينها لأن أنا متأكد هناك من سوف يكون لديه لبس بين عبارات متشابهة لكن هناك فرق بين عبارة وأخرى لهذا هذا الدرس مهم جدا كما أتمنى منكم أن تعطوا انتباه وتستمعوا جيدا لما سوف أقوله ولما لا كالعادة خدوا قلما وورقة ودوينوا من طبيعة الحال فالتدوين هو الذي يعطيك الفرصة للمراجعة في أي وقت لأنه في بعض الأحديان قد لا تتاح لك فرصة العودة إلى الهاتف والاستماع إلى الدرس على شكل فيديو بشكل مطول ولكن قد تضاء فقط إطلالة بسيطة على دفترك وتتذكر معلومات كثيرة لهذا فائدة رائعة ومهمة لهذا أطلب منكم كل مرة لا بس أن تستعينوا بقلم ودفتر لكي تدونوا المعلومات التي أعطيها لكم ومن طبيعة الحال لا تنسوا مبدأ السلسلة دائما رددوا معي لكي تترسخ في لهنكم كل هذه العبارات جيد الآن إن شاء الله سوف نبدأ كما تلاحظون أمامكم لدينا عبارات بسيطة أكيد ولكن هناك دائما فرق كما تلاحظون لكي أقول صباح الخير مقابلها هو بونجور بونجور رددوا معي بونجور لا نقول بوجور ليس بوجور بوجور شيء آخر بونجور صباح الخير بونجور لكن عندما أقول بونجورني هنا تقريبا نفس العبارات نفس الكلمات ولكن هناك فرق كبير لماذا أين هو الفرق بونجور استعملها كي ألقي التحية على شخص ألتقي به أنا في الطريق داهب العمل أو التقيت مع شخص ما أو في المهم لا يهم المكان ألتقي مع شخص ألقي عليه التحية وأقول له بونجور هذا في فترة الصباح يعني من الصباح إلى غاية وقت الزوان أقول له بونجور ألقي عليه التحية وأقول له بونجور في أول لقاء لديه لدي معه هنا نستعمل بونجور لكن بونجورني التي هي مقابلها كأنك تريد أن تقول له أتمنى لك يوم جيد تقولها لشخص كنت معه وانتهى لقائك وتريد أن تذهب وأنتم في فترة الصباح وتريد أن تتمنى له يوما جيدا فتقول له بونجورني هناك فرق لاحظوا معي الأولى قلنا تقول له بونجور عندما تلتقي به ولكن الآن التقيتم وتكلمتم وتريد أن تفترق معه وتذهب لحال سبيلك هنا يكون الفرق لا يجوز أن تقول له بونجور لا هنا تتمنى له يوما سعيدا أو يوما جيدا فتقول له بونجورني وبونجورني كأنك تختصر عندما تقول جد السوات بونجورني أتمنى لك يوما سعيدا تختصرها في بونجورني هنا الفرق إذا تمعت بونجورني تستعملها لكي تتمنى لشخص يوما جيدا أو يوما سعيدا ولكن غالبا ليس لا يمكن أن نلقي بها تحية يعني أنت تلتقي مع شخص لأول مرة وتقول له بونجورني لا ما يجب أن نقوله هو بونجور بها نلقي تحية وبونجورني لكي عندما تفترق مع الشيخ شخص تتمنى له يوما سعيدا وتذهب لحال سبيلك وأيضا لدينا بون أبريميدي ما هي الأبريميدي؟ أبريميدي وهي فترة التي تأتي بعد الزوال تقريبا بعد الثانية أو الواحدة زوالا الثانية عشر صباحا أو الواحدة زوالا الفترة التي تأتي بعدها هي التي تسمى أبريميدي وأنت أيضا تتمنى لشخص كنت معه في تلك الفترة وتريد أن تفترق معه وتتمنى له بقية يوم سعيد فتقول له بون أبريميدي كما أنه بونجورني يمكن أن تقولها سواء في الصباح أو حتى في المساء ليس في المساء عفواً حتى في العشية أو تلك الفترة التي هي أبريميدي يمكن أن تستعمل بون جورني ولكن هناك من يريد أن يحدد بالضبط فيقول بون أبريميدي يعني أتمنى لك يوما سعيدا أو عمتى مساء المهم لا يهم أن ربما قد تكون لكلمات في اللغة العربية في بعض الأحيان لا نجد الكلمات المقابلة مثلا أبريميدي عشية أظن هي العشية في اللغة العربية ولكن يمكن أن نقول أيضا مساء عمتى مساء المهم أظن أنكم فهمتم توقيت استعمال هذه العبارات بالنسبة لبون جورني عندما تكون مع الشخص وينتهي لقاءكما وتريد أن تذهب فتتمنى له يوما سعيدا أو مساء سعيدا وتذهب هنا فرق بينهم وبين بون جور التي نلقي بها التحية أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الآن بون جور نلقي بها التحية فيما بين أن العبارات الأخرى لكي تتفارقها مع شخص تتمنى له يوما جيدا الآن سوف نرى العكس تقريبا نفس المنطق نفس المنطق ولكن هذه المرة بالنسبة للمساء لأنه لا يجوز أن نقول لشخص في المساء تلتقي به والفترة هي مساء وتقول له بون جور أنت في الليل التامنة أو التاسعة وتقول له بون جور لا يجوز هنا نتكلم عن المساء يجب أن تقول بون سوار تلقي التحية ب بون سوار هناك فرق ويجب الانتباه لأن كثير من الأشخاص يخطئون كثيرا أسمعها كثيرا يكون المساء قد حل تقول السادسة مساء أو السابعة ويلقي التحية ب بون جور في حين أنه يجب الانتباه يجب أن نقول بون سوار بون سوار لاحظوا كيف أنطقها بون سوار بون سوار هذه الطريقة ونفس الشيء ونفس المنطقة عندما أقول بون سوار بون سوار التي هي تعني أمسية سعيدة يعني لا نلقي بها التحية ولكن نتمنى بها ليلة سعيدة لشخص كان معنا ربما كنا نتكلم كنا نتعشى كنا في مقهى كنا أي مكان وفي لحظة سوف أذهب لحال سبيلي أو هو سوف يذهب لحال سبيله فأقول له بون سوار يعني أتمنى له أمسية سعيدة بون سوار وهي أمسية سعيدة أظن أن الأمر واضح نفس المنطقة نفس المنطقة كما تكلمنا عن الصباح بون سوار لتتمنى ليلة أمسية سعيدة لشخص أنت قد سوف تذهب وتتركه لحال سبيله وكذلك بون نوي ليلة سعيدة بون نوي هي أيضا نقولها لا نلقي بها التحية لا يمكن أن نقول لشخص نلتقي معه في المساء بون نوي لا هذا خطأ لا نلقي بها التحية ولكن نقول لشخص أيضا ربما قد تكون حتى لا استمع قد تكون فقط أنت على الهاتف تتكلم معه على الهاتف وفي لحظة انتهى كلامك وتريد أن تتمنى له ليلة سعيدة أو أمسية سعيدة فتقول له وهناك من يقول أيضا نهاية أمسية سعيدة ربما لأنك ما زلت جالس للعشاء أو شيء من هذا فيتمنى لك نهاية ليلة سعيدة أو نهاية أمسية سعيدة هذه العبارة سوف تسمعونها المهم ما كنت أبحث عنه هو أن تفرقوا في عبارات إلقاء التحية بين التحية التي أقولها عندما ألتقي بشخص وبين التحية التي أقولها عندما أفترق معه هناك من طبعتها الفرق ولقد رأينا عبارة الصباح وحتى عبارة العشية وحتى عبارة المساء نعم هكذا أصدقائنا قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جميع المعلومات التي طرحتها لكم وأن تستفيدوا من هذا ولا تنسوا مبدأ السلسلة دائما رددوا الجمل أكثر من مرة لكي تترسخ في ذهنكم والمهم أن تتقنوا أن تتقنوا طريقة النطب على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء